متابعي قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة أكيد كلنا مستنين نجرب الإي آي مود من جوجل وكلنا مستنين البوتن اللي احنا حيودينا على طول لوضع الذكاء الاصطناعي أو مود الذكاء الاصطناعي في عملية البحث لكن هذه الميزة مش موجودة غير في يو أس والنهاردة هقولك إزاي تستخدم هذه الميزة من خلال الأكاونت بتاعك بتاع جوجل من المتصفح بتاعك بمنطقة البساطة ما تروحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجع لكم مرة تانية عشان نتكلم عن إزاي حنشغل الإي آي مود ونستخدمه أولاً زي ما قلتلك مفيش هنا حاجة ندوس عليها تودينا على الإي آي مود ودي موجودة فقط بيتصفح من خلال جوجل في يو أس طب نعمل إيه علشان نروح ليه الإي آي مود أولاً هم حاجة أن يكون الأكاونت بتاعك بيرسونل فلازم تكون متأكد أنه مش بيزنس وأعتقد أنه صعب أنه أنت تحول من بيزنس لبيرسونل فلو بيرسونل ممكن تحوله البيزنس لكن العكس صعب فالأفضل أنت تستخدم نيو جيميل لكن ممكن يكون معظمنا يعني بيعملوا بيرسونل وبيستخدموا فهنا إحنا هنبتدي نعمل إيه؟ هنروح لي الرابط بتاعنا اللي هو www.google.com وهنعمل سلاش ونكتب AI مود وهخط لك أيضاً الرابط في الوصف أسفل الفيديو وهتدوس Enter بالمنظر ده هنا أنا مش فات حبيبي أن ولا أي حاجة دخلت على الAI مود بمنتهى البساطة من المكان اللي انت فيه هتقدر تخش عليه وهنا حيسألك انت عايز إيه بالزبط هنا ممكن أقول له The latest AI tools in video editing وبعد كده حبتدي أن أنا أدوس Enter حيبتدي يدور بيبين عدد السايتس اللي بيدور فيها ببعد يديك معلومات كاملة وشاملة عن أحدث الAI video editors الموجودة وبيديك كمان السايتس زي ما إحنا شايفين عايزة إن أنا أروح مرة تانية لجوجل كمتصفح ممكن هنا أروح أدوس على جوجل حيوديني المتصفح بتاعي عادي جداً ممكن أرجع مرة تانية وهنا history بيبين عندي وهنا لو أنا عايزة أبتدي new chat يبتدي new chat بمنطقة البساطة من هنا يبتدي بقى تسأله أي سؤال وهنا بتقدر ترجع في أي وقت للحاجة اللي أنت كنت بتدور عليها ده بالنسبة لي AI mood لو أنا رحت هنا للعلامة دي اللي هي علامة اللابس هنا حيوديك على AI mood حيقولك try AI mood وهنا زي ما احنا شايفين الطريقة عاملة زي في عملية البحث لو أنا دست على try AI mood حيوديك مرة تانية وتبتدي إن أنت تستخدمه حتى الآن دي كتنظرة كده سريعة عن طريق التفعيل AI mood جربوه وقولولي رأيكم في التعليقات وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو لو شايفين اللي احنا بنقدمه بيفيدك فلو كنت من متابعينا الأعزاء ما تنساش الكومنت واللايك وكمان تعمل share للفيديو وتفيد الآخرين ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وإن شاء الله لو في أي جديد خاص بالAI mood هطلع أتكلم عنه في فيديو منفصل ولكن زي ما قلتلك دي كانت نظرة سريعة عن إزاي تفعل هذه الخاصية وتستخدمها شوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته